مثال يوم 30 مارس إن شاء الله مباراة قمة اللي هي يعني من أقوى من العيارة تقيل مباراة الفارق نقطة واحدة يا إما الزمالك يزود الفارق وإن شاء الله لو الأهل يوفق وفاز بهذه المباراة يتصدر بفارق نقطتين مباراة قوية جدا ويكون جماهيرية إلى أبعد مدى إيه اللي إحنا محتاجينه من أجهزة الفنية لعبي الفريقين الإدارات المشرفين على كرة القدم في الندين إزاي نوصل المفهوم ده أن الصورة اللي الناس تشوفها في المباراة دي تليق بالقطبين بالاسمين الكبار أنا أنا بس عايزة أقول يعني إحنا إحنا ما عندناش كرة اللي تخلينا نعمل الزيتة دي يعني صوت عالي قوي ضرير وبيلا طحيل مفيش طحن يعني سامع صوت كبير فانت فاكري بتاع بتطحن تطحن تطحنها في الريس ما في الطحنش يعني أنا النهاردة بقى لو على المقياس بقى أن المباراة قمة وحمس ومش عارفة وكلام ده كله وكاينها نهاية العالم يبقى بقى باير مينوخ يروح ينتحروا اللي اتعامل فيهم في ملعابهم ده ينتحروا بقى يبقى النهاردة فرقة زي مانشستر رونيتت اللي النهاردة خسرانا في ملعابها تنصفر وتروح تكسب باريسيا الجرمان اللي هو ألمهم أبطال نروم العالم كلهم ده يروح يرموا نفسهم من على برل إيفل بقى زكاة المسألة ده دي كورا أنت ممكن تبقى أحسن واحد في الدنيا وتيلي في الماتش ده مش موفق هتعمل ليه طيب يعني يعني هي المسألة دي كورا دي رياضة يعني أبسط مثال ما إحنا بنشوف دلوقتي كلنا بنشوف بطولة أوروبا أنت بعد الماتش والمعركة اللي شغالة في الماتش ده كلها شفت بعدها بيحضون بعض ويكلموا هو كده هو لازم نبقى كده فالمسألة لازم نحطها في الحجم ده عشان ما نخرجش الحالة تاني مو برا مو اه اللي انت بتحب الأهلي اه انت بتحب الزمالك اه مو برا إنما مش نهاية العالم طيب أنا عارف أن حضاك ضد التوقع تنحنقل شوية برا الخط الحالي عمر المتشد مكالات توقعت يا بحي أنا عارف بس أنا هحاول أوصل لشكل الشكل اللي حضاك شايفه مع أمنياتنا طبعا وأنا عارف طبعا حب حضرك للنادي الأهلي قد إيه وتقديرك أيضا واحترامك لنادي الزمالك إنه في مجموعة من أفضل لعبين مجموعة جيدة جدا الجهاز الفني ومجلس الإدارة دعا من نادي الأهلي ووصل مع الفريق مع الجهاز الحالي لشكل أصبح مرضي للجمهور والمؤشرات تحسنت جدا على الجانب الآخر الزمالك كان بدأ الموسم بشكل كويس قوي بيضم كمان نغبة من اللعبين المميزين مع الحسابات الخاصة بشكل الفريقين في الدوري حتى وقتنا هذا حالك متخيل المباراة فالنيل إزاي شوف أنا عايز أقول المباراة دي أنا رأيي إن مستر جروس اللي هو مدير فني للزمالك هو ما خدش باله إن فيه كونفترالية وفيه ماتشات إفريقية فسبت الفرقة وتثبيت الفرقة ده شيء عظيم يعني دي مدرسة وولت نظر مشكلة الكرة يا محمد إن ممكن في قضية واحدة أو في موضوع واحد تبقى فيه وضوات نظر مختلفة وكلها صحيحة يعني هسبت الفرقة ولا سبتهاش تلاقي وإيه دي يقولك لا وفاحد يقولك آه وده مش عارفه التلاتة صح أو الأربعة صح وضوات نظر في دي كرة فهو وضوات نظر هو وضوات نظر لما ثبت الفرقة قدر عمل بس دلاتة لما دخل على بطولة إفريقيا ما كانش دخل فيها وكلام ده كله وماتشات حب تثبيت الفرقة عليه صعب جدا دي نقطة خدت بال النقطة الثانية إن فريزة مالك مجموعة النظروم اللي فعلا ما شاء الله يعني لعبين مجموعة النظروم هنا وفي الأهل مجموعة النظروم كويسي في الماتشات اللي زي دي تحديدا الأقصر هدوءا الأقصر هدوءا تركيز وتوفيق وتركيز أنت هتبقى هادي هتقدر تركيز إذا خرجت عن تركيزك وإذا فتعت إذا كان عليك ضغوط كتيرة هتبقى مشكلة إذا كان فالأقصر هدوءا وبعدين في الأول وفي الأخر توفيق من أنت بتشوفوا حد بشو الكرة تروح يعني بنتم بطلعة بتخبط في العرط ما لو دخلت هتبقى نون وتقلب الماتش وهكذا فالتوفيق وعدم التوفيق هي عادة بتاعت تتخيلها مباراة فيها تبادل للهجوم بشراسة من الفريقين ولا مباراة لا أنا في رأيي أنا في تقديري في تقديري ميسا جروز حيلعب بثلاثة في وسط الملعب حقيقة في الملعب أنا في تقديري وحيلع يعني حبه هو قافل يعني النزعة اللي عنده النزعة بقفل نص الملعبي الأول يعني باهتيالي كده زي ما شفنا ده في الماتش بتاع الجزائر الماتش الأخراني ده ثلاثة في الوسط طريق مع نصر حسين دائم آآ آآ مباراة في زماني تكون فرقلي لو قافل دي يعني حبه شكل تاني تمام الأهلي ليس أمامه غير أنه هاجم معندوش معندوش أي حالة تانية غير أنه يخسب وأنا لما سألتني من كذا حلقة الأهلي يقدر ياخد دوري يقدر ياخد أولى وكسب كل ما تشابه فالماتش ده بقى اللي جاي ده وكلام ده كله يعني حضارك هنا بتتوقع أنه طبيعة الأمور الخاصة بالنقاط وحسابات الفريقين تخلي المبادرة الهجومية من الأهلي آآ آآ ممكن رأي مستر جروس برضو يبادر ويعمل الله أعلم بقى حيعمل إيه وهو عنده هجوم كويس وعنده لعيب فلوس وعنده اسمه إساسي ده لعيب تونس ده جامل ده ده مهر آآ طبع طبع فالفرقتين عندهم لعيب أدم دين طي بتكلمنا وحدك أشارت لأكتر من أمر خططي متوقع من طبيعة وشخصية أداء جروس والزمالك تحت قيادة جروس إنه يبدأ بيه مبارادي آآ مارتين لسارتين مدير الفني الفريقنا والشكل المتوقع يبدأ بيه مبارادي في ضوء رؤيتك أنا بتصور هو عايز يفتح الملعب حيلعب يعني هو ففتحانه الملعب حيخلي يمنع عندك عبدالله اسمه إيه الأخ صالح رأى عبدالله عبدالله جمعة عبدالله الرمع عبدالله الرمع ما شاء الله عليه وعنده وقدامه يعني هو النهاردة لما أنت حتوب عندك لأنه طرفين الأهل اللامدين وسرعة وعندك جبها الشمال مزعجة علي معلول وقدامه مثلا لو حيالعب رمضان الصبح مزعجة جبها قوية جدا ولو جريده ده الرخل ده مزعج جدا حسين الشاحات مزعج جدا جرالد آآ جرالده حيلعب فيه حيلعب حلح طرفي مين فانت لو العب بتاع الطرفين دول حتعمل إرهاق للزمال لأنه حتوقف النقاذ حتوقف دول لأنك لأنه محدش الضغط على الجبهة دي طبعا بيعطالها وجميا بيعطالها وجميا لا وخلاص انت محتاج بتعمل ده هل يضأم وبعدين المسألة كلها ده كلام احنا بنتكلم معادين هنا على الترابيس الملعب حاجة تانية والتطبيق بقى إنما في الفرقتين في مجموعة أسماء كبيرة اللي تستطيع تقلب بما تشوف أي ناس وحضرك بتقول المباراة خارج التوقعات بكل المقاييس طول عمر ما تشات الأهل والزمال خارج التوقعات وما انتهت إلي من نتائج كتخارج التوقعات إيا كده طيب لو قلنا قبل من اختتم حدثنا عن النقطة دي كل ما تتمنى حضرتك في عنوين سريع عن هذه المباراة إعلاميا جماهيريا لعيب الفريقين كل ما تتمنى أنا أتمنى من اللعيبة بذاتي إنهم عندهم المسؤولية بتاعتهم وإن المسألة تبدأ واللي ممكن يصلح حالة الاحتقال دي كلها اللي في مصر دي كلها اللعيبة تصور بسلكهم في الملعب وتصرفاتهم في الملعب وإنهم يعني يبقى حارسين على ده لأنهم النهاردة مهم بلعبوا مع بعض في المنتخب يعني مع ما ننصقش ورا فكرة إن دي نسية أنت معك النادي مش النسية أنت مصري وأنا مصري وكلنا مصريين لازم نتلاف نفهمين هم يقدروا يعملوا ده واللي أكتر حد يقدر يأثر على تعصب الجماهير اللعيبة اللعب نروب أنتو نروب وإنتو عزوة مصر مهم جدا النهاردة إن كنتوا دول تدوا المسأل ده وفقت وكسبت مبروك ليك وهارد لك تاني وخلص عصر الدنيا مش هتنتهي يعني محدش يقدر يقول الدنيا حنت عشان ماتش تم لعمه مع بعض أشوف كم لعمه كان ماتش مع بعض مية وكان ماتش عدد كبير جدا مية وستاشر في الدورة مية وستاشر اللي فاز فاز واللي كسب كسب وعفت الدنيا لا لا ده لا ده مسأل انطلع في السماء ولا ده نزل في الأرض ما ماشيين فده اللي أنا عايز اللعيبة لما تيل النهاردة ده المقياس الحقيقي لتقييم هذه المباراة اللي هي سلوكات اللعيب زي اللعب يعني من حقك انك تلعب من أول ثانية لآخر ساعة عشان تفوس بدون أن تخرجوا عن النص ده مهم زي بعد المشي ده ناخد بعد ده ندرسالة لنا أتمنى أن ده يتم أتمنى أن ده يتم وهو ده الأساس الكرة يعني يعني الكرة مش هتلاقي كرة حضية التحكيم في المباراة يا أستاذ إبراهيم سواء كنا متكلم عن حكام أجانب أو مصريين دايما في جدل في الفترة الأخيرة وفي الموسم ده تحديدا على أداء الحكام في المسابقات المحلية محمد أنا شايف أن ده مأساة ومهزلة ومسخرة إحنا حكامنا ظلمناهم ظلم ابن لزينا طبيعة الأمور إحنا يا رالي ده أنت رالي اسمه بن ناصر اللي في ماتش كاس العالم في أرجنتين وانترى خرر بمصر لما كان مرادونا بيلعب وحطوا كرة بإيده وحسبها دور وخرر انترى من كاس العالم ما تعملش ده وارد أخطاء الحكام واردة فكرة أن أنا أشكك ما تخليت الحكام نازل من الأول مش عارف حيخذ القرى ده هتقال إيه ولا يعمل إيه إحنا اللي هزناه طيب ما حكمنا لما بيطلع برد بمكويسين فكرة أن أنا أقول إن ده ما ينفعش ما ينفعش يتقال ده ما ينفعش يتقال إن ده متحيز وإن ده كذا وإن ده كذا وإن ده كذا حييرو حكام أجانب وحيحكم الماتش حنب رضيهم قوي ويعمل هو ما يعمل بقى خلاص كتير ما حادش حقدر يتكلم ما ينفعش يتقال على برضو إن الحكام الأجنبي بس ده مش كويس وعمر الكرة ما حتتقدم عندنا وإحنا التحكيم عاملين فيه كتر لأن التحكيم وحيرز يعني حضاك تتمنى تعامل أفضل من الشكل الحالي أتمنى أنا أتمنى أتمنى تعمل طبعا لازم أنا أجانب وأعمل ده ما طول عمر كان الله هو النهار ده السبح نصير والله يرحم الجميع وعلي أنديل وكلام ده ما كان مثلا ده بلعب في الزمال وكلام ده كله يدرق لاعب كان يعترض على حد من دول وعيام بقى ما كان فيه نجوم نجوم في استناديكة الكرة إيه والمنافسة إيه والحدوتة إيه نعم كان شخصية وعلي أنديل يعني كان حكام لأن أنت ما ادي ثقة لكلام ده ومفيش ما تقوليش إنه ده حكم ده خلاص بقى قاضي لعب بقى في الزمال وعلي في الآله ده موضوع انتهى ومش ممكن معلش حارض على حدايك وجهة نظر تانية لما بنسأل حد من المشجعين والمشاهدين سواء أهلاوي أو زمالكاوي بيقول إحنا في فترة من أسوأ الفترات مش بيتكلم عن انحيازه الفريق بس بيقول الأخطاء على فريق وعلى المنافسين في أسوأ شكل له وإن المستوى الفني الحكام متراجعة جدا لا بنسمعه كتير عب شرح بقى أنت لما هتشكك في الحكام المستوى حينزل وحينزل وحينزل لازم أدي ثقة للحكام ولازم أستحمل أخطاء الحكام وفي العالم كله أخطاء الحكام ده رجل ده في ليبر بول رجل أوف سايد دمترين واتحسبش وقفوا الحكم بعدها ما حصلت في الدولة الإنجليزية فده وارد إنه يحصل إحنا عايزين بس يبقى عندنا فترة انتقالية نتحمل ده